قبل أقل من 48 ساعة على انطلاق الاعتصامات أخذ الحذر يسود المشهد السياسي في البلاد مع قرار مجلس الوزراء الرافض لإقامة الاعتصامات إلا من خلال الأطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية لا سيما في ظل الظرف الأمني الصعب الذي يمر به البلاد لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار الوضع الأمني الحالي هذه التظاهرات أو هذه الاعتصامات لماذا نحن ندقق فيها؟ لأنها من الممكن أن تحدث فيها خروقات من الممكن أن يندس المندسون وينفذون أفعالهم الخبيثة نتمنى أن نكون دقيقين في اختيار فعالياتنا الجماهيرية كل الفعاليات مكفولة وكل الفعاليات مصانع وكل الجماهير محترمة ومحترمة أراها ولكن ضمن الضابط القانونية التي لا تسيء والتي لا يمكن أن تحدث من خلالها خروقات أمنية من جانب آخر اعتبر نواب عن كتلة الأحرار النيابية أن الاعتصامات الشعبية ماضية ولا يمكن التراجع عنها مؤكدين أن الدستور كفر للمواطن حق التظاهر والاعتصام للمضالبة بحقوقه قضية الاعتصامات نافذة ولا يمكن التراجع عنها حقيقة لا الحكومة ولا أي جهة سياسية أخرى تستطيع أن تمنع سلطة الشعب من المطالبة بحقوقه المشروعة وحتى الدستور هو أيضا قد ضمن هذا الحق أنه بحق التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق وبالعكس على الحكومة أن تدعم هذه الاعتصامات والتظاهرات لأنه مشروع التظاهرات وجاء من أجل دعم رئيس الحكومة ودعم الجهات السياسية إن كانت جادة بتنفيذ مطالب الإصلاح وأيضا مخراج البلد من المنزلق الخطير الذي يتجه إليه من الناحية القانونية وفق المادة 39 إنه من حق الشعب والدستور كفر للدستور أن يتظاهر تعبير عن الرأي تظاهر سلمي تجمع سلمي مواطنين يخرجون على قضية معينة تتحقق يرجعون إلى بيوتهم هذا نقطة من المادة 39 أما من الجانب الأمني هم الناس اليوم ناس دين بارواحم رغم المفخخات والتفجيرات تنخلصها ترواحم فبالتالي نزولهم من أجل التغيير من أجل تشكيل حكومة صحيحة تقضى على الفساد المفسدين زيادة مساحة الاحتجاجات من خلال تحول التظاهرات إلى اعتصامات ستساهم بحسب مراقبين في دفع عجلة الأصلاحات إلا أن خطوة لنتقل من التحديات مع استمرار التجاذبات بين الكتل السياسية من بغداد صالح الطيب المدى